اشتركوا في القناة بقيادة إيريك جيريد المشاركة لم تكن مشرفة حيث تلقى المنتخب المغربي هزيمة في أول مباراة ضد تونس بهدفين مقابل واحد وفي المباراة الثانية تلقى الأسود هزيمة ثانية أمام المنتخب الجابوني بتلاتة هدف مقابل هدفين والمباراة التالي تفاز المنتخب المغربي بهدف دون مقابل ليغادر المنتخب المغربي البطولة بهزيمتين وفوز بعدها أتت دورة 2013 هذه الدورة التي نظمت بجنوب فريقيا بقيادة المدرب المغربي رشيد التوصي توجد المنتخب المغربي في المجموعة الأولى التي ضمت صاحب الأر جنوب فريقيا وأنغولو الرأس الأخضر ووجه المنتخب المغربي في المباراة الأولى وتعادل معه دون أهدف وفي المباراة الثانية وجه المنتخب المغربي الرأس الأخضر وحقق تعادل ثاني بهدف لمثله ليتأجل الحسم للمباراة الأخيرة أمام جنوب إفريقيا خلالها تلقى المنتخب المغرب هزيمة قاصية أمام جنوب إفريقيا بهدفين مقابل واحد ليقادر المنتخب المغرب البطولة في دورة 2017 دورة القابون كانت بقيادة الفرنسي هيرفيرونار وتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب الكونغو الديمقراطي والكونغو الديبور والتوغو المباراة الأولى انهزم المنتخب المغربي بهدف دون مقابل أمام الكونغو الديمقراطية وفي المباراة الثانية فاز المنتخب المغربي بثلاثة هدف مقابل واحد وفي المباراة الثالثة فاز المنتخب المغربي بهدف دون مقابل أمام ساحل العجل ليتاهل إلى الدور المغالي ليواجه مصر وانهزم بهدف دون مقابل ليودع البطولة في دورة 2019 هذه الدورة التي تواجد المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة إلى جانب الكودفور وجنوب إفريقيا ونميبيا بقيادة هيرغيرونار حقق من خلالها المنتخب المغربي العلامة الكاملة حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات متتالية وتأهل إلى الدور الموالي ليواجه المنتخب البنين الذي حقق المفاجأة بإقصال منتخب المغربي بضربات الترجح بعدما انتهت المباراة بالتعادل لجاب هدف في كل شبكة في دورة 2021 هذه الدورة دخلها المغرب بقيادة خليلوزيج في المجموعة الثالثة إلى جانب الكابون وجزر القمر ونميبيا حقق من خلالها المغرب سبع نقاط في دور المجموعات من فوزين وتعادل ليتاهل إلى دور التمون وهواجه من خلاله منتخب مالاوي العنيد ليفوز عليه بهدفين مقابل واحد ويتاهل إلى دور الربع لملاقات منتخب مصر الذي انهزم أمامه المنتخب المغربي وغاضر البطولة لتكون هذه آخر خمس مشاركات للمنتخب المغربي في كاسو منفريقيا على أمل أن تكون مشاركته في الكودفور أكثر امتيازا من آخر المشاركات